سياسة ترامب اتجاه إيران ليست كما يدعي ولم تسهم بإضعافها هذه الحقيقة المرة التي لم تستطع واشنطن إخفاءها طويلا بالرغم من تغريرات ترامب المستمرة وتجيشه الإعلامي بفعل ما يلزم حقيقة باتت وسائل الإعلام الأمريكية على يقين منها حيث أكدت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية أن سياسة ترامب ضد إيران بعيدة كل البعد عن تحقيق ما يدعيه بل تحولت إيران لأكثر عدائية من ذي قبل فرغم العقوبات الاقتصادية إلا أنها لا تزال تمول ميليشياتها بالخارج ولم تقف التقارير الأمريكية عند هذا الحد بل ذهب مركز أبحاث المجلس الأطلسي إلى الحديث عن اتساع النفوذ الإقليمي لإيران في كل من العراق وسوريا ولبنان واليمن على الرغم من قسوة العقوبات المفروضة على النظام والتي لم تسهم فعليا بتوقف هذا الدعم لوكلائها ما يرجح نظرية أن العقوبات ونفوذ إيران الإقليمي مستقلان عن بعضهما البعض المشكلة الأساسية تكمن كما يرى مراقبون بترك واشنطن ثغرات للعقوبات الاقتصادية والنووية على حد سواء سهلت على طهران وحلفائها خرقها حيث من المقرر أن تعلن الولايات المتحدة هذا الأسبوع تجديد عفاءات العقوبات عن خمسة برامج نووية إيرانية ما سيسمح لروسيا والصين ودول أوروبية بمواصلة التعاون النووي مع إيران ويفتح الباب واسعا للتساؤل عن حقيقة العقوبات أصلا وفي العراق وسوريا سمح عفاء نظامي البلدين من الالتزام بالعقوبات الأمريكية سمح لطهران بجعلهما منفذين لتوريد بضائعها إليهما ودفع قيمتها بالدولار فضلا عن عمليات تهريب النفط التي باتت مفضوحة من قبلها أمام هذا كله ورغم جهود الدبلوماسية الأمريكية والبريطانية لاحتواء الأزمة في مضيق هرمز تبدو إيران على النقيض فيتفاخر بعمليات قرصنة ناقلات النفط في المضيق وتقول إن أمنه مرتبط بها وهو ما يجدد مرة أخرى عدم جدية أمريكا بلجم سلوك إيران التي تعرف تماما أن لكل شيء ثمن وقد دفعته بالفعل حين دعمت غزو أمريكا للعراق وأفغانستان وتحولت علاقتهما من بعدها لتخادمية من تحت الطاولة حيث أصبحت مقولة الموت لأمريكا مجرد شعار لخداع المغيبين فكريا لا أكثر ضمن لعبة الأمم التي تشرف على تحريكها واشنطن